عندنا لقاء مهم جداً الحقيقة مع دكتور تامر أبو العنين رئيس جهاز الطبي في النادي الأهلي وأعتقد أن دكتور تامر دي أول مرة حيكون معانا على الهواء مش أعتقد هي الحقيقة على الهواء واللقاء مهم جداً جداً بنسأله عن الفترة القادمة أو فاروق بيسأله عن الفترة القادمة وأهم الإصابات الموجودة عندنا وحيحصل إيه مع المصابين الموجودين عندنا خلينا نطلع نشوف ماذا قال دكتور تامر أبو العنين رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى موسم الماضي حققت الكثير من الألقاب حققت الخمس بطولات على مستوى المحلي والمستوى القري موسم القادم مطالب بالمزيد من البطولات طبعاً فترة الإعداد بدأ للنادي الأهلي هنا في النمسا أمور كثير جداً النادي الأهلي بيركز عليها طبعاً في هذه المرحلة لكن هنتكلم في أمور الطبية وخليني أرحب بأحدث الوجوه الطبية المنضمة للجهاز للنادي الأهلي دكتور تامر أبو العنين رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي دكتور تامر برحب حضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي وخليني أبرك لك على انضمامك لمنظومة النادي الأهلي منظومة إن شاء الله أنت جدير بهذا المنصب خليني أبرك لك وأتمنى لك التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم بشكر حالك طبعاً على تهديمة الجميلة دي وان شبعاً شرف لي أكون متواجد من أسرة النادي الأهلي حطنا في الكواليس الانضمام لجهاز الطب للنادي الأهلي ورئيسة حضرتك لهذا الجهاز المنظومة اللي أعتقد واحدة من أهم المنظومات داخل منظومة النادي الأهلي هو بالطبع والنادي الأهلي من الأندية قليلة في العالم اللي عندها منظومة طبية متكاملة أحنا عداد عندنا عداد كبيرة من أستاذ الزملاء والمدلكين والعالج الطبيعي والتأهيل وكان لقاءاتي قبل التعاقد مع مستر كولر واتكلمنا واتنقشنا وشوفنا منظومة يعني هم نكلمنا على long term و short term أو يعني مدى القصير والمدى البعيد فإحنا بنكلمنا على مشروع إن شاء الله يستمر ثلاث سنين جايين بنتور وعوزنا نوصل لمستوى العالمي الأوروبي في الإدارة الطبية مع توليك المسؤولية أوراسة جهاز الطبي بدأنا في القياسات وطبعاً دي أمور معتادة في الفترات بداية الموسم كلمنا بقى على القصادة اللي تمت للعبين وأخبار النتائج يا دكتور راتامر طبعاً أنت حضرت معنا اليومين دول كان يومين طوال جداً إحنا أخذنا الستانرز الأوروبية وطورنا عليها كمان بمعنى أن إحنا نكون عندنا ملف في كل لعب من أول ساسه وراسه زي ما بيقولوا يعني وبنحلل في الأيام دي النتائج راتالي سواء نتائج تحليل أشعاعات عملنا دين إيه والأكتيز وحاجات يعني أحدث ما يمكن يعني وإن شاء الله بنتائجها وقائية أكتما هي علاجية يعني أعوز أعرف في العضلة بتاعت الفلانة هتقدر استحمل ضغط الفلاني يعني شغل علمي محترم مبني على شغل قديم متعامل طبعاً طبعاً بالسادة اللي كانوا قابلياً وإن شاء الله هاي كله نتائج جابية بإذن الله مجلس دورة النديل هلو كابتن خطيب لا يتدخر أو لا يتوانع عن تقديم أي أمور تخص نحية الطبية هل في تواصل طبعاً في هذا الأمر في بعض الأجهزة ممكن نحتاجه خلال الفترة القادمة بإذن الله وطبعاً كابتن خطيب يعني مؤيد ومساند بشكل كامل الإدارة التوبية وإحنا في الحالة اللي احنا فيها نهاردة احنا مفيش حاجة نعصى زي ما يقولوه ولكن دايماً فيه جديد وكل يوم فيه في العلم فيه جديد وليم نطلبه من لايه يعني الفترة الجاية إن شاء الله فيه جهازة ينضم لنا أحد الأجهزة هيجيلنا جديد يعني بس اللي موجود يكفي ويزيد عيزة روح بحضرتك ليه الملف الإصابات اللي عندنا طبعاً كان فيه عندنا لعبة عائدة من الإصابات تكلمني أكتر على كريم فؤاد أكرم توفيق عمر السلية في كلام كتير وكتادة كتير لكن احنا بناخد الكلام من المصدر هو الدكتور تامر أبو لاني طيب كريم وأكرم إن شاء الله بكرة عندنا زيارة لجامعة إنسبروغ مستشفى جامعة إنسبروغ بروفيزر فينك اللي قام لهم بالعملات الوات الصليبي ويبقى فيها أخبار إن شاء الله جيدة جداً ويبقوا معنا في التدريبات الجماعية بشكل كامل خريباً كابتن عمر السلية طبعاً إصابة خفيفة كده في الخلفية يعني فقارة من الفرصة يبقى موجود معنا إن شاء الله برضو أيضاً خالد عبد الفتاح ويعني نقود تقرير شامل عن كافة اللعبين أنت النهاردة معنا دكتور تامر مش هنسي بتفصيلة لما نتكلم فيها كابتن خالد عبد الفتاح بيقوم بما هو أكثر ما هو مطلوب منه الرجل يعني بيشارك بشكل شبه كامل مع ده بس الاتحامات عشان عندنا حاجة بسيطة كده في الكتف وجاري التقامها ومع بداية الموسمين موجود إن شاء الله أنا يعني أعرف إن المنتجعة والمكان اللي حنا بيقوم فيه المعسكر واحد من حب يعني أفضل أماكن على مستوى العالم وبالنسبة لمستر مرسل لكلر بالنسبة لك أنت منحها الطبية شايفه إزاي شايف كل الإمكانات اللي انت تحتاجها في فترة الإعداد أكيد موجودة هنا في هذا المكان ده برضو من التوفيق ربنا سبحانه وتعالى أنا عيشت فضل طويلة في ألمانيا وكلنا المعسكرات دي بنشوفها ونشارك فيها وده طبعا المعسكر الدائم منتخب النمسا سواء رجال أو السيدات مثل مرسل الكولر طبعا كان له دور وكبير نحن ناخد تصريح نبقى هنا مكان أكثر من رائع مكان مجهز بكل ما ممكن نتخيله وإن شاء الله المرسل ده هيبقى قوي أوي على الفريق في فرطة الجاي بالنسبة لك في معسكر الإعداد أبرز الأمور الطبية اللي بتتكلم فيها مع اللاعبين مستر مرسل الكولر بيتكلم معك في تفاصيل إيه أهم الأمور اللي تتكلم فيها طبعا معه ويعني وجود حضرتك أو رئاستك ليه الجهاز الطبي بالنادل واحد نحن عنا على كل لعب احنا عندنا بسم الله ما شاء الله عادة كبير من اللاعبين فكل لعب له طريقة بيسمع جسمه بطريقة مختلفة زي ما بينقولها بواقع الطبي يعني مستر مرسل الكولر بيحب التفاصيل مداخل معنا في تفاصيل كتير قوي وفي الأول وفي الآخرة نحن عاوزين اللاعب يبقى مبسوط خارجيا وداخليا عشان يدينا الأداء المطلوبة شفت حضرتك على الطيارة في الطيارة من القاهرة للنمسا بتسأل اللعبين مين قادر يتمرن للنهاردة أعتقد دي نقطة مهمة جدا ولازم نحن نوهل هذا الأمر اللعبة كان عندها القبلية بس حدك عرضت الأمر على الاختيار ما بين اللعبين طبعا يعني أنا عندي بعض اللعبين زي خيالة كنا نتكلم بفرملو شفاية وبعض اللعبين الآخرين لا عاوزين الزقة فاحنا بناخد دايما قبل ما نحط الاستراتيجي بتاع اليوم أو الشغل بتاع اليوم من التفين مع ميسر كالر ومع الجهاز ان احنا بنعدي على الكل العيبة تاني بنسمعين يهزي ربما من آخر تبريم حصل حاجة عنده بارد عنده شد عنده عنده فمنشوف الحالات اللي هي فيها تغير عن اليوم اللي سابق ونبدأ نتعامل معه بسرعة عشان يموم جريم في التبريم بشكل كامل دور تامر انا بشكرك جدا نتمنى لك التوفيق ان شاء الله مهمة كبيرة جدا لكن انت ان شاء الله جدير بهذه المهمة وتبقى موسم ان شاء الله مالي بالبطولات ونبدأه ان شاء الله ببطولة الصور بإذن الله شكرا نفهندما على استضافة واللهم امين وربنا هيكرم ان شاء الله السناتي عفوا نفهندما ده كان لقنا مع الدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي للناد الاهلي كلام كتير وتفاصيل كتير جدا ووضح هذه الأمور للدكتور تامر وطبعا التفاصيل اللي بيركز علىها مستر مارسل كولر ان شاء الله تكون بداية مهمة جدا بداية موفقة للدكتور تامر ويهي جهازه المعاون وايضا لفريق الناد الاهلي وكل منظومة الناد الاهلي من جديد تعود الكاليفة للزملاء في الاستوديو اشتركوا في القناة